كثير من الأشياء موجودة عندنا في البيت لكن ما منعرف كيف بتم صناعتها في داخل المصانع اليوم جولتنا راح تكون داخل مجموعة من المصانع الكورية ونشاهد كيف بصنعوا كثير من المنتجات منها مثلاً شماعة الملابس وبعدها راح نشاهد صناعة المناشف أول معروفة بالبشكير بعدها مع صناعة مغرفة الطعام في داخل المصانع الكورية وأخيراً مع مصانع أمشاط الشعر السلام عليكم أنا سيما مشتاب وبرحب فيكم قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واكتبوا لي بالتعليقات عن شو حابين أعمل في الحلقات القادمة خلونا نبدأ سريعاً ونشاهد كيف بتم صناعة شماعة الملابس طبعاً شماعة الملابس أو العلاقة كتبونا بالتعليقات شو بتسموها ببلدكم باختلاف مسمياتها هي أداء على شكل أكتاف لتسهيل عملية تعليق الملابس سواء كانت معاطف أو قمصان أو بلوزة أو فستان بطريقة تمنع التجعيد مع شريط أقل للتعليق السراويل أو التنانير هناك ثلاثة أنواع أساسية من الشماعات الأول هو شماعات الأسلاك والشماعات الخشبية والبلاستيكية نحن اليوم في مصنع الشماعات البلاستيكية عملية صناعة شماعة الملابس البلاستيكية مش صعبة فالمكينة هي اللي بتقوم بكل شيء ببساطة وبسرعة بتختلف مكينات تصنيع الشماعات وبتختلف أسعارها بناء على معايير مختلفة ومنها الطاقة الإنتاجية في الساعة الواحدة وبلد المنشأ وسمك الخامات المستهلكة لكن في المتوسط يمكن المصنع شراء المكينة الصينية التي تنتج حوالي 1600 إلى 2400 علاقة في الساعة الواحدة وتعمل على الكهرباء العادية ويتراوح سعارها من 15 ألف دولار إلى 25 ألف تصنع شماعة الملابس من البولي إثيليم والخفض الكثافة ويعتبر هذا أول بلاستيك أنتج من بلمرت غاز الإثيليم وهذا النوع يصنع منه كثير من المنتجات مثل ألعاب الأطفال من العراء صغيرها ويصنع منه كمان القوارين البلاستيكية والزجاجات تجتمل عملية تصنيع الشماع على صناعة المادة الخام وهي البلاستيك ويتم صناعته من خلال عملية البلمرة وهي المرحلة التي يتم من خلالها تصنيع حبيبات البلاستيك التي يمكن نقلها فيما بعد لأماكن التصنيع بعدها في مصانع تصنيع الشماعات يتم تعريض هذه الحبيبات البلاستيكية للحرارة مع مكينات تشكيل ميكانيكية حيث يتم الحصول على المنتج النهائي وهي الشماعة البلاستيكية بالشكل المعروف وبتم ذلك من خلال إدخال المصهور الخاص بحبيبات البلاستيك في قالب معدني بشكل الشماعة وبعدها بتم تبريده حتى يظهر بشكله النهائي غالباً فإنه الشماعة الناتجة تكون في شكلها النهائي دون الحاجة إلى إجراء أي عمليات أخرى وننتقل سريعاً ونشاهد كيف بتم صناعة المنشفة في كوريا المنشفة أو البشكير أو الفوطة مسميات مختلفة لشئ واحد وعبارة عن قطعة قماش خطنية نافرة منسوجة بصورة خاصة جيدة لامتصاص الماء والرطوبة تستخدم في تنشيف وتجفيف اليدين والوجه والجسم بعد الغسيل المنشفة تسمى أيضاً بشكير وهي كلمة تركية الأصل وتعني قطعة من القماش كبيرة تستخدم بعد غزة اليدين وبعد الاستحمام اكتبوا لنا بالتعليقات شو بتسموها ببلدكم طبعاً بتشتهر سوريا ومصر وتركيا وغيرها من الدول بتصنيع المناشف حيث تصنع من قبل نساجين حرافيين أو مصانع نسيج آلي كبيرة وتصنع المنشفة عدة من القطن الطبيعي ويشتهر القطن المصري بجودته وباستعماله في المنتوجات الفاخرة وقد تم استحداث مؤخراً خيوط جديدة لصناعة المنشفة كخيط البامبو مثلاً وهي نوع من العشب الذي ينمو في آسيا المنشفة بتمر بأربع مراحل حتى تخرج جاهزة للاستعمال المرحلة الأولى تسمى للتزداي ويتم فيها جمع الخيوط المتفرقة في مجموعات صغيرة ولفها على مطاوي وهي كتلة خيطان ضخمة تتناسب مع حجم النول لكن قبل بتم ادخال الخيط على آلة لتنقيته من العقاد والشوائب التي قد تأتي من المصدر والخيط المستعمل خيط قطني مئة بالمئة ليدخل بعدها في النول الإلكتروني ويتم بدخال الدسك الخاص بالنقشة وإعطاء الأمر بالتنفيذ لأن النول الإلكتروني هو عبارة عن كمبيوتر يقومون برسم أي شكل مراد على برنامج خاص ويبدأ النول بحياكة القطع وغالباً ما بتكون النقشات مثل ما بتلاحظوا أو الأشكال على البشكير هي مثلاً زهور وأغسان وبعض الأشكال الهندسية والقياسات المعتادة وتأتي بعدها عملية صبغ القطع بعد الحياكة وهي غالباً ما تتم خارج المعامل ضمن مصابغ خاصة ثم إلى مرحلة خياطة الحواشي أي خياطة حواف البشكير النهائية طبعاً بالإمكان تقديم أو تأخير بعض المراحل يعني ممكن يضع بعض الشعارات أو الكلمات آخر مرحلة بعد عملية صبغ وحياكة القطع النهائية وننتقل ونشاهد كيف بتم صناعة مغرفة الطعام من المعروف أن المغرفة من أواني وأدوات المطبخ تشبهها الملعقة إلا أنها تكبرها حجماً بذراع أطول وبعاء أعمق وأكبر من المعروف أنها تستخدم في نقل الأكل عادة من أواني أكل كبيرة إلى الأواني الصغيرة وهي الصحون من المعروف أن تصنع المغرفة من عدة مغواد فقد نجدها مثلاً خشبية أو معدنية مصنوعة من الفضة أو القزدير أو الحديد أو حتى بلاستيكية أو حتى زجاجية اليوم رح نشاهد كيف بتم صناعة المغارف المعدنية أولاً تأتي ألواح معدنية من الفلاذ المقاوم للصدى إلى المصنع وأول خطوة هو صناعة قضيب معدني له نهاية مربعة إلى مستطيلة ويتم ذلك من خلال مكينات القص الآلية بعدها بتم إزالة أثار القص وتنعيم القطعة المعدنية من خلال آلة التنعيم بعدها يتم عمل فتحة المغرفة الصغيرة التي تستخدم لتعليق المغرفة في المطبخ مثلاً وكل هاي الخطوات تنفذ بشكل يدو من خلال العمال بعدها إلى آلة القص التي تقص النهاية المربعة وتحولها على شكل دائري بعدها تنقل المغارف إلى مكبس خاص لتشكيل يد المغرفة بالشكل والإنحناء المناسب بعدها إلى آلة التنعيم فتم إزالة أثار القص وتنعيم القطعة المعدنية وإزالة أي زوائد ويتم التركيز على هاي المرحلة تمهيداً لتشكيل المغرفة بالشكل النهائي وأخيراً يتم تمرين المغرفة إلى الآلة حتى تصل إلى قالب معدني منبعج القمة وعندما تهبط آلة الضغط فوق النهاية المستديرة يساهم القالب المعدني في ناحة قلب المغرفة ليمنحها شكلها الإنسيابي الناعم المميز وآخر خطوة هي مرحلة التنعيم الأخيرة فتم تنعيم الأسطح الخشنة خلونا ننتقل إلى مصانع المشط المشط هو الأداة المعروفة للتجميل حيث تستعمل لتسريح شعر الرأس ظهر المشط مع الإنسان في العصر الحجري وكان مصنوع من عظام الحيوانات حسب ما بتقول بعض الروايات أنه في العام 3500 قبل الميلاد اقتصر استعمال المشط على علية القوم بسبب التكاليف الباهظة اللي كانت تتطلبها عملية صناعة المشط تتكون الأمشاط من عمود وأسنان موضوع بالزاوية عمودية على العمود يمكن صنع الأمشاط من عدة مواد وغالباً ما تكون من البلاستيك أو المعدن أو الخشب كانت الأمشاط المصنوعة من العاج وصدف السلحفة شائعة ومنتشرة في يوم الأيام لكن المخاوف بشأن الحيوانات التي تنتجها قللت من استخدامها هذا المصنع اللي بنعرضه هو مصنع كوري بصنع أمشاط لف الشعر لما بتكون الأمشاط مصنوعة من الخشب فإنها تصنع إلى حد كبير من خشب الكرز أو غيره من الأخشاب ذات الحبيبات الدقيقة عدتها ما تكون الأمشاط الخشبية عالية الجودة مصنوعة يدوياً ومسخولة بشكل جيد اليوم هناك مجموعة كبيرة من فرش الشعر تقريباً متخصصة حسب نوع الشعر السميك والناعم الملمس وما زالت بعض الأمشاط تصنع يدوياً من الخشب والشعيرات المختارة بعناية مثل هذا المصنع اللي بجمع بين الخشب والشعيرات والألمنيوم لإنتاج المشط يتم إضافة الشعيرات في المشط من خلال مكينة خاصة تشبه مكينة الخياطة في الأداء لكن قبل إضافة الشعيرات يتم تجهيز الأماكن المخصص لها من خلال مكينات الحفر التي تحفر وتجهز أماكن وضع شعيرات المشط وكل هذا يتم بشكل آلي طبعاً بعضاً وعلى أمشاط تكون مصنوعة حصرية من البلاستيك والمطاط فقط في الختام اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات ولا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس واكتبوا لي شو حابين أعمل في الحلقات القادمة وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة